بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى حلول ميلادي رسول الله صلى الله عليه وآله رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا زال الكلام حول صلاة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول وصلي على محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينك هذه جملة من الأمور التي تبين للمؤمن لماذا هو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا أن الأم عليه السلام أمروه وألزموه بأن يصلي على رسول الله هذه ثلاثة نقاط يجب على كل مؤمن أن يضعها في باله عندما يريد أن يصلي على رسول الله أولا بسبب أنه أقام الصلاة السبب الثاني بسبب أنه آت الزكاة والسبب الثالث بأنه كان داعيا إلى دين الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذا المضمون يشير إلى ويدلنا ويرشدنا إلى مضمون آخر وهو أنه لو لا وجود رسول الله صلى الله عليه وآله لكان الإنسان لا يعلم ما هو المطلوب منه من قبل الله سبحانه وتعالى نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس العبادات والفرائض حتى يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتجنبوا دخول نار جهنم والعصيان فهذه الفرائض لم تكن تعرف لو لا وجود النبي صلى الله عليه وآله وهذا ما أشار إليه الإمام الهادي سلام الله عليه في حديث طويل له أنا أقفض فقط موضع الشاهد يقول ولولا محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من ولده كنتم حيارا كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض حقيقة الإنسان إذا أراد أن يعرض حياته دون محمد وآل محمد عليه السلام هل كانت هناك فرق بين حياته وحياة البهائم البهيمة أجلكم الله وأجل الله السامعين همها علفها كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام هل يوجد هناك هم للبهيمة أجلكم الله غير أن تأكل وتشرب وتتناسل هل هناك مهمة أخرى هدف آخر تسعى إليه لا الإنسان دون وجود رسول الله صلى الله عليه وآله ودون وجود أهل البيت عليه السلام كان حاله كحال البهائم أنتم لاحظوا الناس الذين ليس لديهم دين ليست لديهم عقيدة ما هو أهم وأكثر هدف يريدون أن يصلوا إليه في هذه الحياة يريدون أن يجمعوا المال ويأكلوا ويناموا براحة هل هناك شيء آخر يريدون أن يصلوا إليه الإنسان تكامل ووصل إلى درجة الرقي ودرجة الكمال ودرجة أن الملائك تغبطه هذه الدرجات وصلها بفضل وجود رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله للناس وللخلق الفرائض الواجبات حتى يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى هذه لوحدها تستحق الشكر تستحق للإنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب هذا الأمر بأنه علمه الفرائض علمه الصلاة علمه الزكاة علمه جميع الفرائض والواجبات الأخرى هذه لوحدها تكفي للإنسان أن يكون مديونا لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى نهاية العمر قد يرد سؤال في هذا المجال بأنه لماذا في هذه الصلاة المروية عن الإمام العسكري عليه السلام تم إيراد هذه الفقرة فقط أو تم إيراد هذه الفريضة فقط وهي الصلاة والزكاة لماذا لم يرد مثلا الصوم لماذا لم يرد الحج لماذا لم يرد الخمس لماذا فقط الصلاة والزكاة هذا قد يعود إلى خصوصية في الصلاة وخصوصية في الزكاة الصلاة الخصوصية التي فيها أنها تحتاج إلى جهد وتعب من الإنسان تحتاج إلى توطين النفس والبدن على ذلك وبشكل متكرر بشكل يومي ليس مثل الحج الحج أيضا فيه تعب للنفس تعب للبدن وللجسد ولكن مرة واحدة في العمر ولكن الصلاة في كل يوم خمس مرات يجب عليك أيها المؤمن أن توطن نفسك وجلسدك وبدنك على أن تؤدي الصلاة فهي تحتاج إلى مداومة تحتاج إلى توطين النفس لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يخاطب رسوله الكريم ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لأنها تحتاج إلى صبر واحدة من أنواع الصبر الصبر على الفريضة الواجبة هذه نوع من أنواع الصبر الصبر على الفرائض على الواجبات الزكاة أيضا في مقابل ذلك لأنها تحتاج إلى بذل المال الإنسان الذي ليست لديه عقيدة كاملة وراسخة لا يستطيع أن يبدل ماله في سبيل الله لذلك التركيز على هذين الأمرين بسبب أن الأولى تخص البدن والثانية تخص المال وفيهما جهاد للنفس في أدائهما الأمر الثالث والذي يدعو إلى الصلاة وهي دعاء إلى دينك الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى لا يتصور المؤمن المسلم في هذا اليوم بأنه يعيش بحرية وبأمن وأمان بسبب أنه يعتنق دين الإسلام حتى في هذا اليوم الذي يدعي وتدعي الحكومات والدول بأن هناك زمن لإفساح المجال أمام الحريات وهناك إعطاء لحقوق الإنسان حتى في يوم من الحاضر تشاهدون أنتم القمع والتنكيل والإقصاء الذي يعاني منه المسلمون في خارج الدول الإسلامية الحجاب محظور عليهم المثلا الصلاة محظور عليهم التقلد الوظائف الرسمية في الدولة محظور عليهم هذه كلها بسبب أنهم مسلمون فأنتم في هذا الزمن في هذا العام وفي هذه الأزمنة الحالية تشعرون بمدى خطورة اعتناقكم للإسلام مدى الضرر الذي يصيبكم بسبب الإسلام فما بالكم بزمن الجاهلية قبل ألف وأربعمين سنة وأكثر من ذلك كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله عند دعوته لهذا الدين هناك أمور عدة واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب دعوته إلى دين الله تعالى هذا الدين الذي وصل إلينا في هذا اليوم نحن مدينون إلى تضحيات رسول الله وأهل بيته الطاهرين في ذلك الزمان وإلا لما كان يصل إلينا هذا الدين بهكذا كيفية لاحظوا جملة من الصعوبات التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل دعوته إلى دين الله أنا أذكر بعض منها فقط أولا صعوبة الناس الذين كانوا محيطين به ناس أعراب أجلاف متعصبين متمردين ذات أخلاق سيئة متعجرفين كان يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوصل إليهم دين الله تعالى أن يوصل إليهم دين الرحمة دين التسامح فهل هذا كان أمرا سهلا؟ لا بالتأكيد كلها كانت مجابهة من قبل هؤلاء الناس لأنهم لا يعتقدون بهذا الدين طبيعة أخلاقهم طبيعة تكوينهم تختلف تماما عن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله الأمر الثاني صعوبة البيئة الناس الذين كانوا محيطين برسول الله صلى الله عليه وآله كانوا مشركين عبدت أصنام جهلة من عباد الأوثان فهؤلاء كان شخص في وسطهم يدعوهم إلى ترك كل هذه العادات وهذه التقاليد وهذه الأصنام وأن يتوجهوا إلى عبادة الله تعالى هذا ليس أمرا سهلا بأن تأتي وتغير عقيدة أمة كاملة يحتاج إلى جهد يحتاج إلى تفحية الأمر الآخر عدم توفر البيئة الآمنة عدم توفر المكان المناسب الآمن نحن كما قلنا قبل قليل في هذا الزمن الذي هو زمن الحريات كما يدعون الإنسان المؤمن يخاف أن يفصح عن عقيدته فما بالكم بذلك الزمن رسول الله في وسط هذه البيئة الخطرة التي كلها أعداء له كان يريد أن يدعو الناس إلى دين الله تعالى يدعوهم إلى دين مخالف لدينهم فهل تعتقدون بأنهم كانوا يقابلونه بالزهور وبالورود؟ لا وأنتم هذا التاريخ اقرأوا تضحيات النبي صلى الله عليه وآله في مكة وفي المدينة لاحظوا ماذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الحقبة؟ الأمر الآخر وهو عدم وجود الحاضنة التي ترعى رسول الله صلى الله عليه وآله سواء بعض الأشخاص سواء أمير المؤمنين وخديجة وأبو طالب عليه السلام وهؤلاء المؤمنين الذين كانوا حوله لم يكن هناك أحد يحتفن رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر له الحماية يوفر له الاستقرار يوفر له المكان المناسب لإبداء الدعوة للناس هذه كلها صعوبات واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله كلها في سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى فلذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام يبين بأنه هذه التضحيات تحتاج إلى أن يصلي المؤمن على رسول الله صلى الله عليه وآله كلما ذكره وكلما ذكر اسمه عنده جعلنا الله وإياكم من المصلين على النبي صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعته إن شاء الله تعالى في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة